ناقش الوكيل المساعد لمحافظة شبوى علي الكندي مع مدير مكتب المالية بالمحافظة محمد عتيق السبلة والإجراءات الكفيلة بالتعزيز وتنمية الموارد المالية ومعالجة وتدليل المشاكل والصعوبات المعيقة لذلك وخلال اللقاء وجه الوكيل مكتب المالية ببذل جهود مضاعفة في متابعة المكاتب الإيرادية وحثها على تعزيز وتطوير مواردها المالية وتوريدها لفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة أولا بأول إضافة إلى المتابعة والتنسيق مع فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لزيادة دوره الرقابي والتفتيشي على تلك المرافق وبما يؤمن الحفاظ على المال العام وعدم التلاعب به والمحاربة الحازمة لأي ظاهرة من مظاهر الفساد المالي